هي الرؤية غير الحلم يا دكتور مصطفى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان فإذا أنا لقيت حلم وحش أوي أوي والقرب شديد أوي أوي صحية الصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه استعذ بالله ثم استفل على يسارك ثلاث مرات فإنه لا يحدث إوعى تقوله الحد طب إيه الفرق؟ يعني الرؤية ساعات بنشوفها والحلم ساعات بنشوفه يعني لوم طبعا لا لا ما لهمش وقت أقولك على مفاجأة دايما واحد يقول لي إيه أنا شفتها بالظبط قبل أداني الفجر أو بالليل أقول له طيب رؤية سيدنا يوسف كانت بعد صلاة الظهر العلماء قالوا أنها كانت بعد الظهر بس بيقال أنه مش عارفة الرؤية بتبقى أول ما الشمس تبتدي التشرق أو حي لا ملهاش وقت محدد ممكن حقيقة تنامي مثلا تعمل استخارة على موضوع معين فتيجي بعد صلاة المغرب وتصلي جاكتين وتنامي فممكن تشاهد جؤية فالرؤية دي للاستخارة اللي حدي شفتها فدي تبقى رؤية مبشر طب إيه الفرق من نوم يعني الفرق من أن أنا أحلم أو أشوف رؤية أما أشوف رؤية بحاجة بتتجسم قدامي حاجة بتشوفيها حاجة بتحس إن أنت مرتاحة فيها طب عرفها بوحتك النفسية لما تصحي وإنت بتحكي أحيانا أنت ممكن تصحي من النوم تلاقي نفسك بتحكي حكاية بتحكي المنام وإنت بتحكي إذن يبقى أنت أي مزاجك رأي حاسة أن أنت مبسوطة في ناس بتبقى قلقانة وهي شايفة حاجة كويسة لكن مين اللي فصّه لجؤية مين اللي يعود عشان كده بيقولوا خيرا لما اجعلوا خير بالضبط خير نلقى وإنه عايزة الناس كلها تحفظ الجملة دي خير نلقى وشر نتوقاه بإذن الله تمام يبقى خير نلقى وشر نتوقاه ربنا يبعده عننا وهو ده الأمر اللي لازم دايما الموضوع الرؤية ده موضوع كبير قوي وأمر وارد عن غسول الله صلى الله عليه وسلم لازم الناس بتنام علشان ترى وبعد الرؤية دي كلها لازم الناس لما تصحى بعد كده تفرج هذا الأمر فتجد أذن كبير قوي علشان الأذن ديت إيه تعرف